الجزائي بتاعت بس محمد صلاح دي يعني على قد ما بتفرحني على قد ما بتضايقني يعني أنا بحب محمد صلاح كده وعارف إنه لعيب تقيل وعارف إنه عالمي وعارف إنه بيصنع الفارق لكن لما أوقف منتخب مصر على لعيب واحد مهما كان حجمه مع احترام يا كابتن شريف يعني لا جوز بس ده واقع إحنا مش هنقدر نهرب منه إن شاء الله للعمر كله يعني إن الراجل ده لازم بقى موجود واللي موجود جنبه يواكب السرعات دي وإنت محمد صلاح عنده سرعات كتير أوه في ليفر بول جنبه خطوط متكملة في السرعات مش في فنيات بس يعني مش في فنيات بس يعني بتسأله كابتن شريف ما وصلاح كان بيبقى موجود معرف ما تشك كتير جدا وكان المنتخب برضو بيقدم نفس الأداء الباية طب هنروح بعيد ليه ما ده لحديتك اتفضلت وولته في الأول عشرين تسعتاشر هيكت على أرضنا وبين جمهورنا وفي حضن يعني بلدنا وما قدمناش يعني عروض كسرنا بها الدنيا نعم انت اتفضلت وولت كلام ده في أول البرنامج وده كلام محترم جدا وإذا كانت البطولة دي راحت مننا فراحت لأسباب كتير جدا لتعنت في الاختيارات لتعنت في طريقة أداء المنتقب لفصل الخطوط عن بعض الفروت صلاح ده في حتة وابتدى صلاح ينزلك تحت عشان يستلم مش عارف أي حد يعمل له أي مساندة لو نفتكر بالذكرة يعني الاسلوب اللي احنا لعبنا به إنما الاسلوب دلوقتي اللي انت لسه بتتعرف عليه ومدايقك البطء البطء في النص الملعب عندك اللي انت تفضلت برضو وقلت عليه وانا عجبني شخصيا فرقة شوق غريب اللي خدت بطولة أفريقيا وراحت الأولمبياد يعني دي أكبر فرقة بتلعب كرة سريعة جدا ولعبوا مع فرق 23 سنة دي دي فرق مش سهلة فرق لو تلعب مع المنتخب دلوقتي تبقى فيه مشكلة كبيرة دول لعيبة على مستوى روك جدا كلهم بأكتروا محترفين برا في أوروبا فأنت مش عايز ترجع إنك تتخلص من الحرس الأديم حقا عايز إن المنتخب الوطني شايف إنه محتاج تجديد دماء سرعات تجديد دماء عايز لعيبة سريعة في الملعب عايز لعيبة عندها جرأة شخصية عايزة تعمل حاجة مفيش حمية خالص في الفرقة اللي هي أنا بقى استغلال البطء وعدم التصرع لا ده مش عدم تصرع ده أبقى المبنير وصل لغاية هناك بيكونوا لعبوا نزلوا معك لتسعة لتحت وتمانية تحت عفلين عليك من هو اللاعب الفز عندك اللي هو هيدر يعد من واحد اتنين وتلاتة ويعمل الوان تو ويأخذ ما شفنهاش حتى احنا عايزين كرة الدينة بأبسط الحلول مبارحة وده صعب جدا في كرة القدم لو تفرجت على نيجيريا كذبانة أربعة واحد أول تايم ورجو أربعة أربعة لأ وكان هيدغلبوا لأن في سرعات قدامهم يعني اسمها سريليون عملوا هاف تايم يدرس روح يدرس دي روح أنا بسميها اللي هلعب الروح دي يكسب بطوط أفريقيا بين أهلي وزمالك بشوال لو هقول لها